شيع ألاف العراقيين في العاصمة العراقية بغداد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس الحجد الشعبي العراقي أبو مهد المهندس والذين قتل فجر الجمعة في ضربة أمريكية واجرى التشيع في حي الكاظمية في بغداد قبل أن تنظم مراسم تشيع وطنية في المنطقة الخضراء بحضور عدد من القادة العراقيين على رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي وان بعد ذلك سينقل جثمان سليماني إلى إيران قال القيدي في الحرس الثوري الإيراني غلام علي أبو حمزة إن 35 هدفا أمريكيا حيويا في المنطقة بالإضافة إلى تلبيب في مرمى القوات الإيرانية من جانبه قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي أن الحرس في انتظار الأوامر من قائد الثورة الإسلامية لانتقام قاس حسب وصفه ثأرا لدماء سليماني مشيرا أن الأمر لا يتوقف عند إيران وحدها بل يشمل كامل الجغرافية تابعة لمحور المقاومة وفق تعبيره أكد وزير الخارجي الإيراني محمد جوال ظريف اليوم أن بلاده لا تسعى وراء زيادة التوترات في المنطقة ووصف الضربة الأمريكية على سليماني بالإرهابية جاء ذلك خلال استقبال ظريف نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل الثاني وفي حديث آخر أجراه ظريف مع نظيره الروسي سيرجي لفروفا اتفق الإثنان على أن الغارة الأمريكية مخالفة للقانون الدولي ترجمة نانسي قنقر